ومعتزمة ومصممة على اتباع هذه المقربة الاستراتيجية لضمان من أن أوكرانيا لديها القدرات التي تمكنها من حماية مواطنيها وأراضيها وأن تردع العدوان الآتي من الروس وفي النهاية لكي تتغلب على حملة بوتين للاحتلال واجندتنا اليوم تعكس هذه الأهداف هاجه مزموعة اتصالات كانت تركز على تمكين أوكرانيا من حماية مواطنيها والبنية التحتية الحساسة من خلال القدرات الدفاعية الجوية وهذه المساهمات تحمي وتقي المدنيين الأوكرانيين من هجمات السواريخ وطائرة المسايرة الروسية وهذه المجموعة تتبرع بيتريوت وأنظمة تاريستي وميسم لإنقاذ الأرواح الأوكرانية وطلبت من أعضاء هذه مجموعة الاتصال أن يواصل وأن يتعمقوا في توفير أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوية والذخيرة التي تحتاج إليها بطريقة ملحة لحماية مواطنها وأيضا نواصل التكييف مساعدتنا لتلبية الطلبات الخاصة بالمساعدة على أرض المعركة وفي اجتماعين الخاخير أعلن مبادلة جديدة تقودها هولندا ودنمارك لتدريب القوات الأوكرانية على الطائرات المقاتلة مثل F-16 وأنا أشكر هولندا ودنمارك لتسريع هذه الجهود ونتطلع للاستماع المزيد من تقدمكم وإنجازكم في الأيام القادمة وهذا في إطار المهمة الحيوية للحفاظ على الدبابات الأوكرانية وفي الأيام المقبلة سنخلق ائتلافين واحد لتوفير المساعدة في تدريبات الطائرات المقاتلة والثاني للمساعدة في استدامة وبقاء الدبابات وقد بالفعل تحدثنا عن تزويد أوكرانيا بالمساعدات الخاصة بإذفاع الجوية لحماية بلادهم ضد العدوان الروسي ومستقبلهم ويصبح الأمر أكثر وضوحا بأن أوكرانيا تحتاج إلى قوة تشغيل مشتركة مع جيوشنا لذلك يوم نستمر من الإقائد الأمريكي والعديد من زملائنا الذين يعملون في إطار هذا الدفاع الجوي المستدام والجميع يساعد في استدامة قدرة أوكرانيا في هذا القتال الحالي وكذلك بناء القوى الدفاعية الأوكرانية المستقبلية سيدتي سادتي تموح الكريملين الإمبريالية قد الحقت معنى غير متصورة على الشعب الأوكراني ولكن الشعب الأوكراني ما زال يتطلع بشجاعته وبمرونته وتصميمها على إبقاء بلاده سالمة وآمنة لذلك معا سنبقى متحدين وسنرتقي ونلبي احتياجات التحديات وسنواصل لدعم أوكرانيا مهما طال الوقت والآن سأسمح للأصدقاء من الإعلام بأن يتركوا الغرفة ترجمة نانسي قنقر